كل سنة وحضراتكم طيبين أيام قليلة ويبدأ الشهر الكريم خلاص تقريباً بقى أسبوعين على بداية هذا الشهر ربنا يدين علينا وعليكم نعمة كل هذه الأيام المباركة طبعاً كل سنة الدولة المصرية بتنظم معرض اسمه معرض أهلاً رمضان في القاهرة وفي باقي المحافظة المعرض ده بتبقى وظيفته إنه هو يوفر احتياجات المواطنين في هذا الشهر الكريم السلع الأساسية السلع الرمضانية بنتكلم فيه كل ما تتخيله يعني من أول الفول اللي موجود على الصحور الزيوت السمنة الرز المكارونة كل الألوان والأشكال المختلفة اللي بتحتاجها المائدة الرمضانية متوفرة بالتحديد على أرفف وأماكن هذه المعارض المنتشرة في أنحاء الجمهورية فوقع الدولة بدأت من فترة في تنظيم هذه المعارض ووصل عددهم دلوقتي لأكتر من 100 معارض على مستوى الجمهورية هتلاقي في كل محافظة على الأقل حوالي 3 معارض رئيسية ده غير كمان الشوادر والسيارات المتنقلة اللي كمان بتوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن السوق يعني زي ما جمانا قالت هو فعلا 100 معارض أساسي اللي هو معارض أهلا رمضان اللي هو بيبقى موجود في عواصم المحافظات بيبقى موجود في الميادين الكبرى في القاهرة وفي اسكندرية وده اللي احنا عارفين ندوله 100 معارض ولكن هناك حوالي 1200 فرع في المجمعات الاستهلاكية اللي هي المنافذ الخاصة بوزارة الدخلية الدفاع التنمية المحلية الزراعة التموين كل هذه الوزارات لها منافذ خاصة بيبلغ عددهم حوالي 1300 فرع هناك أيضا 1200 فرع في السلاسل التجارية الكبرى بنشوف سوبر ماركتات أو هايبر ماركت كبيرة جدا مخصصة برتشن ويبقى مكتوب عليه أهلا رمضان ده بيبقى نازل بنفس هذه الأسعار المعرض ده بيعتبر فرصة مهمة جدا لكل المواطنين علشان يشتروا كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة وخصوصا للدولة وفرت لكل تاجر ولكل عارض كل الخدمات اللي بيحتاجها في هذا المعرض بشكل مجاني علشان تشجع هذا التاجر أنه يعرض سلعه بتخفضات بتصل في بعض الأحيان لـ 30% والـ 30% دي بتبقى يعني في جيب المواطن وأيضا بتضمن الدولة أن هذه السلعة تكون بجودة كويسة حينو يعني من أهم النقاط كمان للدولة حريصة عليها هي فكرة أو ألية المتابعة بلاش نقول ألية الرقابة ألية المتابعة لهذه المعارض ألية التعامل كمان مع وجود وتوافر المنتجات في هذه المعارض ده من خلال توجيهات للشركة القبضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة أنها تكثف من ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ بالتزامن طبعا مع انطلاق معارض أهل النموضان في المحافظات وأيضا توجيهات الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك عشان يتابعوا المعارض ويتأكدوا من التزام التجار بترح السلع بالأسعار المخفضة مرة تانية فكرة وجود هذه المعارض هي مهمة جدا لأنه إحنا السوق المصري لا يخضع للتسعير الجبرية فيجب أن تكون هذه المنافذ والمعارض موجودة بشكل كبير جدا عشان تقدر أنها توزن الأسعار أو توازن الأسعار الموجودة وتوافر السلع أيضا دي نقطة مهمة جدا فكرة وجود هذه المعارض بهذا الزخم وبهذه القوة والعدد الكبير ده إن كان من خلال منافذ سبتة أو حتى سيارات متنقلة من مختلف الوزرات زي ما كان مصطفى بيتكلم مع حضراتكم دي كمان نقطة مهمة جدا قالية المراقبة والمتابعة نقطة مهمة جدا حقيقة تحترم بشكل كبير قوي مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين خلاص شهر رمضان على الأبواب وإحنا بنسبلنا شهر رمضان يعني شعب المصري بيحب ينزل ويحب يشتري سلع غزائية كتير جدا يحب بشكل الصفرة لما تكون مليانة مع لمة العيلة طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية ونصبح عليكم مرة كمان صباح الخير والسعادة صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر